تعالوا نروح للبورد ونشوف ليه النادي الاهلي ظهر بالشكل مش كويس ومش حلو اللي احنا شفناه في مباراة سانداونز وليه سانداونز في مباراة بريتوريا بعيدا بقى عن الامور اللي احنا اتكلمنا يا تاتا العصر والحاجات اللي هي بره الملعب ليه فعلا داخل الملعب وخصوصا في حد في بداية المباراة بيقداروا يتحكموا في زمام الامور للدرجة اللي بتخلي النادي الاهلي في اوقات كتيرة بيفشل حتى في الخروف بالكورة من تلت ملعبه باب ببساطة الشكل اللي المباراة فضلت عليه من بعد الديئة خمسة ركزوا معايا الشكل على البورد هو توزيعة البنات على البورد ده الشكل اللي فضلت عليه المباراة بعد بداية المباراة بعد ديئة خمسة اول خمس دقائق النادي الاهلي عمل هجمتين عن طريق ريضا سليم من الجابهة اليسرى كده فيهم هجمات عن طريق ريضا سليم فيهم يعني كده ايه روح معنوية عالية من ريضا سليم وبعد الديئة خمسة بدأنا نثبت على الشكل ده بيلعب تلاتة اربعة تلاتة كومباكت جدا وضغط النادي الاهلي في نصف ملعبه النادي الاهلي كان مرسل قدر اختار نيلعب اربعة اتنين تلاتة واحد اكبر اكبر على زون ديفينس ان هو مش عارف يخرج ليه بقى ببساطة كرة ايه؟ عيبة سانداونز بيعمله البيلدنج اوب العادي بتاعهم والثلاثة الدفاعي بتاعهم طبعا كلهم بيعرفوا يمروا الكرش الكويس وانس ان سانداونز بدأ يخش منتصف نصف ملعب النادي الاهلي اللعيبة دي اول حاجة بتاعهمها بتتحرك بدون كرة يعني مثلا لو مثلا سيرينو اللي معا الكرة مثلا في الجبهة اليومنا بيلاقي ان كل لعيبة سانداونز تتحرك بدون كرة وبياخدوا انظار لعيبة النادي الاهلي لك انت تخيل باقول لك انت تخيل حجمة سانداونز هم مثلا عارفين ايه؟ مش توصل لشيء مقدروش يوصلوا منها لمرو محمد الشنياوي والكرة واحد لأي لاعب في النادي الاهلي على طول اول ما الكرة تتخطف فريق سانداونز بيتحول للحالة الدفاعية في التلت الاخير ملعب النادي الاهلي ايه دابل برس مثلا لو الكرة جات هنا محاها عبد المنعم على طول فيه اتنين بيضغطوا عليه على طول لازم وبسرعة سرعة الضغط بتجبر محمد عبد المنعم انه يتخلص من الكرة عشان ما تتخطفش منه او يميس باس فقراره في التخلص من الكرة بيبقى سريح جدا 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 وبنسبة كبيرة هيغلط فبيعمل ايه بقى ايضر ان الكرة هتروح للعب تاني للاهلي في المنطقة هو مش مستعدلها فهو يتضغط عليه تاني او ان محمد عبد المنعم هيعمل اكتر قرار لعبتي الاهلي كبا بيعملوا في الاول هو هعمل ايه؟ من طفش الكرة طيب لو فريق سانداونز نجح كمان ان هو يستخلص الكرة هيرجع يبني الهجمة من نص ملعب النادي الاهلي فكرة الخطه دي مبنية عليه اساسا مبنية على القوة البدنية واللياقة البدنية اللي عند لعبي تانداونز ده اساسا استحالة تعمل الشكل اللي احنا بنتفرج عليه ده اللي لما تكون اللعيبة دي وصلة اكبر درجة من اللياقة البدنية في ارض الملعب يقابلها اكيد ان لعبتي النادي الاهلي استحالة تقدم مية في المية من مخزونها البدن في المغربي بسبب ايه؟ بسبب نقص الاكسوجين بسبب نقص الاكسوجين باول حاجة وبسبب ان المغربي تتلاقيه في وقت مبكر حتى لو انت مستعد بكل حاجة عمرك ما تقدم اقصى اداء بدنية لك كلها تبقى عوامل مساعدة دي فريق سانداون وبسبب اللي انا شرحته ده شفنا الشوط الاول كله في نص ملعب النادي الاهلي احنا ما شفناش مرمى سانداونز غير في البداية خرص وهاجمة كده في اخر خمس دعاية لكن طوال الشوط الاول ده الشكل اللي احنا شايفينه دي فعل كده بقى مقطتين بس هنتكلم عليهم مع الشرح اللي شرحناه ليه الشوط الاول ازاي كان بيحاول يضرب الاتنين المساكين بتوقع النادي الاهلي بتشيب بسيطة قوي قوي في ظهره هم عارفين النادي الاهلي بيعمل او مساعدة السلل من قدام خلطة 18 زواني وسلينو كان عندهم مهام ان هم على طول يقطعوا للداخل عشان يستلموا الكورة في ظهر عبد المنعم وهي رامي ربيعة اللي ما بيقوش عندهم القدرة ان هم يحموا ظهرهم شفناها كتير قوي فيه واحدة جات للسلينو بس استلمها غلط فيه واحدة جات للزواني ومقداش نوع منها خطورة لكن كان واضح اوي ان فيه لعيب او مساك من سانداونز عدى نص الملعب ان يلعب تشيب باس بسيط اوي فيه ضهر مدافعين شفناها كتير الكورة التانية او اللعبة التانية اللي كان واضح كده في تركيز عليها ازاي النهاردة افرغ المساحة فيه المنطقة اللي قدام المنطقة الثمنتاشر عشان اسيب مساحة التمرير والتزديد على امار محمد الشلناوي هم حللين اداء محمد الشلناوي فيه خلال السموات الاخيرة ولقوا ان عند محمد الشلناوي نقطة ضعف ايه هي؟ ان محمد الشلناوي عشان طوله مية اربعة وتسعين سنتي كل ما انت بتسديد له الكورة على الارض بيبقى عنده من الصعوبة انه ينزل وينزل بكل هذا الطول ويفرد جسمه شوفنا في مبارات الخامسة الأولى هدف من تزيزها من خارج من خلال الجزائي في مبارات الخامسة التانية هدف من تزيزها من خارج من خلال الجزائي ومبارح سانداونز كسل بنفس التاكتك بطسويبها من خارج من خلال الجزائي طيب عشان يوجدوا مساحة التصويب دي كانوا بيعملوا ايه كانوا بيجمعوا الكرة في جابهة ثلاثية ويبدأوا يلعبوا اللعبة بتاعهم فقال اثناء الاهلي من الضغط العصبي من الخوف من الاستبال الاهداف كانوا بيروحوا يضغطوا على حامل الكرة بشكل عشوائي لما انت بتضغب بشكل عشوائي على طول بتلاقي ان الواحدها بترحل فالمساحة بتفضى فكنا بنشوف ان فيه اثنين لعيبة مواجهين للمرمى عندهم القدرة على التزديد اللاعب مكوينة في بداية الشروط التاني سنحت له فرصة ان هو يسدقوا فعلا سدد كرة خطيرة جدا 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 بس الحظ كان واقف مع الاهل فيه على طول بعدها جه الهدف من كرة مشابه من تزديدها من خاني مضوطة الجزائي فدول نقطتين تيك 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 تين لعب عليهم طبعا مكوينة موديلي الفني لسانداونز وقدر يستغلوهم ده ببساطة تبسيط للامور الفنية اللي حصلت انبارح واللي يتمنى ان شاء الله يوم الاربع يقدر مرسل كولر ومساعدينه في الجهاز الفني مع عودة ان شاء الله امام عشور وقهرباء اللي اتنين دول على وجه التحديد هيغيروا من شكل الناد الاهلي بإذن الله بإذن الله يقدر الناد الاهلي قدم صورة مختلفة عن اللي شفناها في مباراة ريتوريا وبإذن الله بإذن الله يحجز بطاقة الترشح للمباراة النهائية اشتركوا في القناة